كده يعني طبعا ونواح اجتماعية عدة لكن في جامعات إلكترونية دايما لما يعني تظهر أي مشكلة يكاد البعض يراها بسيطة لا تستحق يقولوا أصلهم طلعت المشكلة دي عشان بيحاولوا يزيلوا الانتباه عن مشكلة تانية فمثلا حصلت مؤخرا مشكلة أغاني المهرجانات وهقول لحضرتك ليه باتكلم عنها معاك اتقل في يعني طلعت جامعات إلكترونية آه أصلهم عايزين يشيلوا الانتباه عن مسألة سد النهضة في الوقت اللي الدولة طول الوقت بتتكلم عن مشكلة سد النهضة ويعني يصير المفاوضات وفيه شفافية الحقيقة فيما يتعلق بهذه القضية ليه بسأل حضرتك عن مشكلة المهرجانات لأنه زي ما بنقول الفن مرئات الشعوب وحضرتك تحديدا تناولت مسألة أغاني المهرجانات في إحدى كتاباتك شفت إزاي القضية دي مؤخرا وما أصار حولها والله هي قضية تتعدى مسألة الأغنية واحد إذا كان هناك أغنية استمع إليها وشاهدها ملايين الناس في العالم وتعددوا مكلسوم وعبد الوهاب فلابد أن نقف وننظر ونشوف أن ده شيء جديد له قيمة بس يعني مكلسوم وعبد الوهاب ما كانش عندهم سوشال ميديا بتوصل للعالم بس أنت في نهاية الأمر أنت في نهاية الأمر يعني فيه وصلت عالميا انتشار عالمي لابد أن هناك قدر من الإبداع والابتكار وإلا ما كانش ده حصل الفكرة بقى هل نواجه تدني الألفاظ بالمنع من منع ولا نواجه تدني الألفاظ ببناء مجدان يجعل الكلام على مستوى أعلى أنا رجل إيجابي وأحب أشوف الحلو والوحش لما أستاذ عبد الوهاب غنى سنة 51 الدنيا سجارة وكاس ما تختلفش عن بس الأسماء بقت مختلفة دلوقتي ما هو ده يكون الحقيقة كنت عايزة سأل حضرك عن الموضوع ده هل المشكلة فقط تدني ألفاظ يا دكتور حسام ولا هي متعلقة بالشخص اللي بيقدم هذا النوع من الفن هل هو على قدر أنه يقدم فن أساسا فيما يتعلق بالمستوى الفني والثقافي ما تقدريش تعمليها كده بالورق والألم لأنه هو التطور بيحصل بيحصل يعني إيه ما تقدرش نقف قدامه والتطور مرتبط بالجمهور أيوة فيه تدني في الأنفاظ لكن هو حقيقة الأمر أن هناك تدني في الحوار في المجتمع الناس بتكلم بعضها بلغة مختلفة هل أغاني المهرجانات بتعكس حوار المجتمع أو حوار فئة محددة في المجتمع ما هي الحوار فئة أغلبية لما كانت السيدة أبو كلسوم بتغني قصائد كان رجل الشارع غير المتعلم بيكلم لغة عربية زي قصيدة أبو كلسوم ده إحنا كنا بنشوفه في الأفلام العربية الأديمة وحتى إلى حد ما بيستوطفنا في الوقت لما المهني بيقول كلام متدني المتعلم بيقول كلامه المتدني إذن هنا فيه بلانس تغير أنا رأيي أن المشكلة مش فيه الأغاني المهرجانات المشكلة في الفراغ الفني مرة أخرى فراغ سياسي هيملاء حد فراغ فني هيملاء حد فراغ في المواصلات هيملاء التوكتوك والسيرفيز فراغ في الصحة هيملاء الجوامع والبتاع فراغ في التخطيط هيملاء العشوائيات إذن المسألة لها مبادئ الفكرة بقى أن الفراغ الفني الخالق للوجدان لازم يملأ التعليم والإعلام والثقافة إذا ما بيملهوش الكلام ده هيطلع لك هذا التدني اللي انت شايفه يعني لو قلنا رشدت لكيفية المواجهة أنا بسأل حدرك دالا أن يمكن أسازة الإعلام وكبار الإعلاميين اللي يعني ضربونا أول ما بدأنا كانوا دايما بيقولونا كنت بدأت في الأخبار فكانت اللغة يعني شديدة قوي فنقولهم اللغة صعبة يقولونا أنتوا المفروض ترفعوا الجمهور مزبوط للمستوى الأعلى مش تنزلوا للمستوى الأقل فإيه دلوقتي التفكير الصح والسائد بقى اللي المفروض نتبعه مفروض كده مفروض أن أهل الفن وأهل الثقافة يملوا وجدان المجتمع ويشدوا المجتمع إليهم بس دولة الفنانين اللي لهم رسالة لكن اللي بيبحث فقط عن الأموال وما بيعرفش غير كده هتعمل فيه إيه؟ الفكرة أن قضية المنع والعقاب عمرها ما بتحل مشكلة لكن قضية البناء وملء الفراغ بوجدان ثقافي محترم هو اللي يعمل كده وده عايز برضو حريات وعايز تعليم وعايز ثقافة